شاهدوا هذا البراكس الكبير كما تشاهدون أمامكم كيف يتم ممد الإسمنت بداخله وتسوية الأرض وجعلها بطبقة مستوية لنرى معا هذا العمل الرائع وكيف يتم من خلال هذه الآلات الرائعة يقوم هنا العمل بخلط كمية من الإسمنت حتى يقوم ببدء البناء على هذا الحائط فكما ترون يقوم ببضع الإسمنت بهذه الطريقة ويصف الحجارة وبعضهم يجف كما تعلمون ستلتصق ببعضها البعض لنتابع معا طريقته المميزة في البناء يقوم العمل هنا وكما تشاهدون بسد الفراغات الموجودة بين هذا الطب الأحمر وباستخدام الإسمنت وهذه القطع يقوم بسدها بهذا الشكل وعمل مناظر جميلة ورائعة تشارك هذه الآلات في عملية البناء الرائع هذه لهذه القطع الكبيرة من الحجارة يتم تسوية الأرض وبعد ذلك يتم من خلال الرافعة وضع هذه الحجارة الكبيرة وتسويتها مع بعضها البعض وهنا لعمل هذا النفق يقومون كما تشاهدون بربط هذه الحجارة بالسلاسل حتى لا تقع فوق بعضها البعض لنتابع معا هذه المادة والتي ترونها أمامكم تشكل طبقة قوية ومتلاحمة وأيضا تمنع تسرب المياه وأيضا تمنع الصوت إذ أنها عزلة تماما فيمكنكم أن تشاهدوا كيف تعطي صلابة للحائط التي ترش عليه بإمكانكم أن تشاهدوا كيف يتم وضع هذه القوالب الإسمنتية على الأرض حتى يتم تعبيدة طريق كبير كما تشاهدون فلنتابع كيف يتم وضع هذه القطع الحجرية على الأرض وتسويتها بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر كما تشاهدون أمامكم يقوم العامل هنا بتوزيع الإسمنت على الأرض وبعد ذلك يقوم بتسويته جيدا ثم يقوم بعملية البناء عن طريق وضع الحجارة الخاصة لعمل هذه الحلائط العملاقة لنتابع معا كيف سيتم الأمر وكيف سيقوم بعملية البناء هنا باستخدام هذه الأدات يقوم بفرد الإسمنت الخاص بعملية البناء وبعد ذلك يقوم بصف الحجارة بهذا الشكل يتم استخدام هذا المنشار كما تشاهدون لقص الحجارة حتى يتمكنوا من وضعها في المكان المناسب لنتابع معا طريقة البناء المثالية والرائعة للغاية هذين العاملين يقومان بوضع الإسمنت بهذا المكان أو بهذا القلب والآن ستقوم بتسويته لجعله حجارة صغيرة فيما بعد يتم إزالة الزوائد وبعد ذلك يتم تسوية الإسمنت وينقل بعد أن يتم تشفيفه ختى يتم وضعه على الأرض لتكتمل عملية التشفيف لنتابع يتم تعبيدته هذه الأرض بالإسمنت كما تشاهدون ويقوم العمال باستخدام هذه البكرات الخاصة بفرد الأرضية بهذه الطريقة وذلك حتى تصبح متساوية تماما لنرى معا هؤلاء العمال الرائعين وكيف سيقوموا بعملية قصارة لهذا الحائط وكيف سيتم تغطيته كاملا بهذه المادة باستخدام هذه الآلم الطبع والخرطوم الذي بيده يقوم برش المادة وتوزيعها جيدا على الحائط الآن يقوم العامل الآخر باستخدام هذه القطع بتسوية الإسمنت على الحائط جيدا يمكنكم رؤية هذه المادة والتي يتم رشها بهذا الشكل فتنتفخ وتصبح طبقة قوية وبالتالي كما تشاهدون تقوم بسد المسامات وأيضا تعمل على عصد الصوت والحرارة بهذا الشكل كما تشاهدون أمامكم هذه القاعدة الإسمنتية والتي يتم غرز هذه الأسياخ الحديدية بها حتى يتم توقيف حوائط بهذا الشكل هذه الحوائط مصنوعة من الفلين والقطع الحديدية والتي ستعبع بالإسمنت بعد ذلك حتى تصبح متشابكة تماما في الأرض يمكنكم مشاهدة العمال كيف يقومون بتسويتها والنساقها ببعضها البعض من خلال هذه القطع الحديدية وبإمكانكم أن تشاهدوا كيف أصبح شكلها يتم بالطبع تمديد الكهرباء والمواسير بطريقة سهلة للغاية وبعد ذلك يتم وضع الإسمنت ورشه بداخلها ليثبت ومعه يشكل حائطا قويا لنتابع معا هنا يتم وضع هذا الشريط وبعد ذلك يتم وضع الإسمنت فوقه وتتم عملية البناء لنشاهد معا كيف سيقومون ببناء هذا المنزل بواسطة هذه القطعة والتي يتم وضع الإسمنت بداخلها وبعد ذلك يتم مدها على هذه الحجارة وصف الحجارة فوقها بالطبع عمل رائع ومميز للغاية لنتابع كيفية بناء هذا الحائط بإمكانكم أن تشاهدوا هذه القطعة والتي يتم بناؤها أو يتم إلصاقها بوسطة الإسمنت أو هذه المادة والتي تعطي شكلا رائعا للمنزل لنتابع معا كيف يتم إلصاقها على الحائط لتشكل منظرا رائعا للغاية لواجهة المنزل أو البيت يبدو أنها مصابقة لأسرع بناء أو أنها عملية بناء جماعي لنتابع لنرى معا عملية بناء هذا الطب الأحمر الأكثر من مميزة يتم وضع الإسمنت ثم يتم وضع القطعة وإزالة الزوائد ومع ذلك يتم البناء بشكل رائع هذه الآلة والتي تجري على الحائط بعجلاتها تقوم بإزالة الزوائد من الإسمنت حتى تشكل منظرا رائعا للحائط لنطبع عمان ترجمة نانسي قنقر